استطاع فريق توسيز موتور سبورت أن يصعد لمنصة التتويج في الجولة الرابعة من بطولة انتليجنت موني جيتي البريطانية مع تحقيق الفريق لأفضل زمن في الموسم ووصول ثنائية الفريق جيمس كوتينجهام وليويس ويليامسون لمنصة التتويج لأول مرة في هذا الموسم وفي هذا الحدث الذي استمر لثلاث ساعات نعم وتعليقا على ذلك قال سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن حمد آل خليفة المالك المشارك للفريق جهد كبير من قبل الفريق بأكمله وهو أمر رائع أن نرى جيمس وليويس يصعدان منصة التتويج للمرة الأولى هذا الموسم لقد سيطرنا على جميع السباقات ولكن سوء الحظ لازمنا وهو أمر رائع أن نستطيع أن نصعد على منصة التتويج مرة أخرى حيث ينتمي الفريق لا يزال لدينا بعض العمل للقيام به ولكن من الواضح أن السرعة موجودة مع كلا السائقين أو السائقين ونحن في مكان جيد بشكل عام مع أخذ الدروس من كل سباق نأمل أن نتمكن من الاستمرار على نفس الوتيرة في النصف الثاني من الموسم وسيعود الفريق مرة أخرى للجولة الخامسة من البطولة والتي ستقام في سنتر تاون في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من يونيو للعام الجاري اشتركوا في القناة